وينضم إلينا مباشرة من جوهانسبورغ أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية مرحبا بك زميل أحمد أحمد أتت هذه القمة بعنوان هام جدا فيما يتعلق ببريكس وأفريقيا بأن هناك الإسراع بنمو متسارع تنمية مستدامة تعددية شاملة تحت هذا العنوان الهام بمفاصله ما الذي أتى تحت هذه المظلة وكيف هي الأجواء واللقاءات والاجتماعات في اليوم الثاني أمل أبدأ معك بمجريات اليوم الثاني الآن تجرى جلسة مغلقة لزعماء دول بريكس بعد نصف ساعة من الآن سيذهب المجتمعون إلى جلسة مفتوحة تمتد لحوالي ساعة وثلث الساعة ثم يدلي الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رمفوزة بمؤتمر صحفي عن مجريات هذه الجلسات ويعطي مؤشرات عامة لما تم التوصل إليه ما تم توصل إليه ربما لن يتغير عن ما قاله الزعماء في يوم أمس هناك كلمات محددة وأطر محددة تحدث عنها زعماء بريكس ما قاله مثلا الرئيس بوتين بالأمس أن هناك قوة الآن تدعم من دول بريكس لوقف هيمنة الدولار ووقف هيمنة الغربية الاقتصادية على العالم وأن بنك التنمية الخاص بريكس سيكون بديلا عن مؤسسات التمويل الدولية في كثير من الأمور وهو أيضا ما أكده الرئيس الجنوب الأفريقي سيريل رمفوزة من أن الدول الأفريقية على سبيل المثال صارت أقوى مما كان سابقا وبالتالي يعول على الاقتصاد الأفريقي أن يكون فاعلا في إطار عدة أطر منها إطار بريكس حين تنضم عدد أكبر من الدول إلى هذا التجمع هذا أيضا ما قاله الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا من أن هناك خطط جديدة لنظام عالمي جديد يجري التخطيط لها وبريكس ستكون أحد الفاعلين ربما ما قيل اليوم أيضا وتم تأكيد عليه أن بنك بريكس يسعى لإصدار عملة بريكس الرقمية وهي عملة ربما ستصدر خلال من خمس إلى عشر سنوات من الآن ستقوم مبدئيا بقيمة قل عن الدولار ليتم التبادل التجاري بين دول بريكس الحالية والمنضمة افتراضيا لدول بريكس مستقبلا بهذه العملة الرقمية لتكون بديلا عن الدولار الأمريكي وهي خطوة يعتبرها الحاضرون هنا قفزة كبيرة في عمل بريكس في الفترة المقبلة وتأكيدا على ما تم الحديث عنه تكرارا بين قادة بريكس إذن ننتظر اليوم كلمات مهمة وتصريحات مهمة ربما سيؤكدها رئيس جنوب أفريقيا حين يخرج بمؤتمر صحفي وهي أيضا ربما ستكون ربدا كثيرا على تكاهنات غربية بأن بريكس يعمل بالتأكيد على أن يكون نظاما موازيا لنظام الاقتصادي الحالي في حول العالم ونحن نترقب هذه الكلمات بأبعادها ونكاساتها أحمد وبما أشرت إليه ببعض مما يرشح لديكم من معلومات فيما يتعلق بما يمكن أن يكون من جدوى الأعمال مقرر في القادم من الأيام سؤالي هل في الأجواء بشكل عام في حراك متزايد فيما يتعلق بدول بريكس وأصدقاء بريكس أم أنها استكمال لمشاريع تنموية وتنمية مستدامة كانت قد بدأت بها وهي مستمرة بمعنى هل هناك من أمر ملح يجعل هذه الاجتماعات أو ربما قرارات ستكون متسارعة أكثر من خلال هذه القمة أمل قبل أن أقد الدورة الخمسة عشر هنا في جوهانسبيرغ قيل كثيرا أن هذه القمة تحديدا لن تكون كسابقتها لن تكون قمة روتينية يقال فيها كلمات أو تطرح فيها أحلام خاصة أنها القمة الواقعية الحقيقية بعد جائحة كوفيد-19 وبعد تغيرات اقتصادية وجيوسياسية كثيرة حول العالم بالتالي لن تكون هذه القمة مجرد لقاءات وعرض لبعض الكلمات أو الرؤى وإنما ستسعى إلى تنفيذ عدد من هذه المقرارات ولعل عملة بريكسيس ستكون أحد الأمور التي سيبدأ بالفعل في تنفيذها إضافة إلى موضوعات أخرى مثلا رئيس بوتين الرئيس الروسي تحدث بالأمس أن مجموعة بريكسيس ستدخل كشريك حول العالم في تطوير البناء الأساسية في تطوير السكك الحاددية في مساعدة في إيصال الغذاء والحبوب حول العالم وضرب أمثلة كثيرة يوم أمس بما قدمته روسيا لأفريقيا إذن هذه الخطة أو هذه الرؤية ستكون منسحبة على باقي دول بريكسيس ستكون بالفعل شريكا أساسيا في عدد من المشروعات أو ستدخل كما قال سيريل رمافوزا كبديل عن مؤسسات التمويل الدولية في كثير من المناحي فبتالي هناك فعل يتم وهناك رؤى للفعل يتم التخطيط لها لن تكون هذه القمة كسابقتها بالتأكيد وربما ما سنسمعه اليوم سيكون إضافة لهذه الافتراضية أن دول بريكسيس ستكون ليس فقط تجمعا يسيطر الآن على نحو ثلث حجم الاقتصاد العالمي ولكنه سيخرج بالتأكيد عبر أو خارج حدود دول هذا التكتل إلى ما هو أبعد نعم أحمد ونحن نتابع لحظة بلحظة ما يحدث من خلال هذه القمة وأشرت إلى الأجواء التي سبقت وترافق أنعقاد هذه القمة وليس مستبعدا ولا مستغربا أن الغرب وأمريكا تقلل وتخفف كثيرا من أهمية هذه القمة كيف وسائل الأعلام بالمجمل والتي تتابع وترصد ما يحدث اليوم بهذه القمة تتلقف هذه القمة أحمد هل بنوع من التخفيف أو عدم القيمة لهذه القمة ما أنه هناك فعلا أخذ على محمل الجدية بما يحدث بريكس ربما بملامحها الجديدة بعد قمة 2023 أمل لن أخذ وجهة النظر الإعلامية الخاصة بدول بريكس وهي بالتأكيد مرحبة بشكل كبير بمخرجات هذه القمة ربما إذا نظرنا إلى وسائل الإعلام الأمريكية تحديدا نراها متبينة هناك جزء من الآراء يرى أن بريكس لم يقدم كثيرا في زعزعة الدولار عن مكانته عن ربما هز عرش الاقتصاد الأمريكي أو أن يكون بديلا عن نظام وضعته بريتين وودز في عام 1940 بهيمنة الدولار على مجريات الاقتصاد العالمي هذا جانب وجانب الآخر يحذر بالفعل من أن هناك جديد سيحدث حول العالم في الاقتصاد العالمي وسيهز بالفعل عرش الدولار الأمريكي خاصة أن دول بريكس ليست الوحيدة التي ستقوم بالفعل بتبادل التجاري فيما بينها بعملاتها المحلية وإنما مع دول أخرى تفعل ذلك البرازيل مع الأرجنتين مثلا وهذا ما قاله لولا لسيلفا بالأمس ورحب بدخول الأرجنتين كعضو جديد في مجموعة بريكس لكن أيضا عدد كبير من الدول بات يتبادل تجاريا مع غيره من الدول في إطار عملات محلية تفعل ذلك المملكة السعودية مثلا مع الصين في بيع الطاقة النفط والغاز فبالتالي هناك من يرى في الدول الغربية الواشنطن بوست تحدثت كثيرا عن أن هناك متغير حول العالم يحدث الآن وربما هناك مظاهر له قليلة في السنتين السابقتين لكن القادم سيكون أصعب على الاقتصاد الأمريكي الذي هو بالفعل يعاني من مشاكل كثيرة فبالتالي هناك بالفعل رؤية لأن نظام الاقتصادية العالمية يتغير بشكل متسارع وأن صوت الجنوب كما يقول المجتمعون في بريكس سيكون أعلى وأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي هل بحق كما تشير بعض الأقلام والجهات والمصادر أحمد أن ما يجمع اليوم دول لبريكس وأصدقاء لبريكس ومن يرغب في الانضمام سوى فقط ازدراء النظام العالمي القائم على منفعة قوى غربية غنية أم أن هناك منافع حقيقية تقدمها مجموعة بريكس ومنظمة بريكس لمن يود الانضمام إليها لماذا اتهافت اليوم من الدول للانضمام إلى هذه المنظمة؟ الاقتصاد لا يتحدث بهذه اللغة التي فيها كثير من المشاعر هو يغلب المصلحة على دونها من الأفكار فبالتالي هناك مصالح تجمع دول بريكس والطامحين في الانضمام إلى هذه المجموعة من دول تسع عشرة يعني جغرافيا ربما تنتمي إلى ما يسمى بجنوب العالم فبالتالي هناك مصالح هناك ربما أحلام وربما هناك إحساس بالقوة الذاتية فقد أو افتقد كثيرا في السنوات الماضية وفي العقيد الماضية على العالم الآن أن يتغير وأن يصبح بوجه مختلف حوله في طرق تبادله التجارية في طرق تعامله التجارية في عدم إيجاد مؤثرات سياسية على القرارات الاقتصادية أو بالعكس فبالتالي العالم بالفعل يتغير وبعد أكثر من سبعين عاما على بريتن وودز هناك الكثير من المتغيرات حدثت ربما مع الأزمة الروسية الأوكرانية ربما مع المواجهة الصينية مع الغرب بشكل متزايد أو متنامي هناك ما يجب أن يتغير والصين ربما كما يخشى البعض أو كما يصف البعض تريد أن تصبغ قمة بريكس بطابعها الصيني لأن هناك مواجهة حقيقية بين الصين والغرب كأكبر كتلتين اقتصاديتين أكبر حجمين اقتصادين حول العالم فبالتالي هناك صراع إرادات يجري الآن حول العالم وربما بريكس تعبر عن فصيل أو جانب من هذه المتغيرات وربما أيضا تسعى لأن يكون الانتصار لها لأن في النهاية هذه مصالح تتحدث وهذه متغيرات يجب أن تحدث بعد عقود كثيرة من هيمنة واحدة حول العالم فبالتالي هذه العملة المزمع إطلاقها هذه الطرق من التبادلات التجارية والدخول كبدائل عن المؤسسات التمولية الدولية هي معبرات قليلة عن أمور كثيرة ستحدث تباعا ما بعد جوهانس بيرغ ما بعد جوهانس بيرغ لأن يكون بالتأكيد كما قبله خاصة أن هذا التجمع بريكس هو من أكثر التجمعات الاقتصادية حول العالم نموا في سنوات قليلة نتحدث أنه من عام 2009 حين بدأ بريكس و2010 حين دخلت جنوب أفريقيا وحتى الآن هناك سيطرة كبيرة جدا سواء من ناحية الأرقام الخاصة بالنتج المحلية الخاصة بتبادلات التجارية أو حتى الخاصة بعدد السكان وإجمالية المساحة التي يشغلها بريكس نتخيل إذن أنه بعد إضافة عدد من الدول إلى بريكس ستكون المسألة أوسع وأكثر تأثيرا وأكثر عمقا وأكثر تجذرا وأكثر حركية أيضا بالنسبة لتحركات كتلة اقتصادية تسعة لأن يكون لها الصوت المسموح حول العالم هذا يأخذنا أحمد إلى تساؤل البعض يراه هو نقطة الضعف وربما تعتبر بشكل من الأشكال واجه من أوجه المقتل لهذه المنظمة والبعض يراه بأنه من نقاط قوتها بمهنى أن يشيرون بأن هناك تقطع للأوصال لا شيء يجمعها جيوسياسيا جغرافيا ثقافيا ومع أيضا اختلافات بوجهات النظر كما تشير أمريكا على قضايا حاسمة ولكن بالمقلب الآخر هناك من يشير إلى أنها لن تكون ناد خاص وهذا ما أشار إليها الرئيس الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا لن تكون ناد خاص وأنما الباب مشرع ومفتوح وتكون عابرة للقارات أيوم الأقرب اليوم هذه النقاط هي نقاط ضعف أم نقاط قوة لهذه المنظمة منذ أن ظهرت بريكس كفكرة في عام 2009 وظهرت للمصادفة كفكرة أمريكية وحتى الآن كانت الفكرة أن عدد من الدول تستطيع أن تقوم بتأثير ما في الاقتصاد العالمي وكان يقصد بها في ذلك الحين الصين وروسيا والبرازيل وهي من أسس بالفعل أو ترجم هذه الفكرة إلى واقع البعض يقول أن النجاح الذي حققته بريكسي في السنوات السابقة رغم التشرذم الجغرافي كما تفضلت أمل رغم ما لا يجمعه ربما من أتر ثقافية أو إثنية أو عرقية أو ما إلى ذلك لكنها حققت هذا النجاح وهذا النجاح ربما أكد عليه سيريلا رمفوزة بالأمس أن بريكسي لن يكون ناديا مغلقا فقط على أعضائه ونما سيضم عدد من الدول المتقاربة لبريكسي إذا كنا نتحدث عن دخول إيران إلى بريكسي كما تفضل روسيا فهناك حدود مشتركة الأرجنتين والبرازيل كما تفضل البرازيل هناك حدود مشتركة بعض الدول الأفريقية كما تحدث سيريلا رمفوزة هناك حدود مشتركة إذن التوسع الجغرافي في حدود متلاسقة مع القوة والمتانة التي حققها بريكسي في الفترة الماضية ربما لا يفترض الإفتراض الأول أن هناك ما لا يجمع بريكس بالأكس هناك ما يجمع بريكس وخاصة أن التخطيط للسنوات القادمة سيكون لحجم 50% من حجم الاقتصاد العالمي أشكرك أحمد بشتو مفد القاهرة الإخبارية على كل هذه المعلومات وضعتنا في تفاصيل كثيرة من المشهد بما يحدث اليوم بقمة بريكس شكرا لك أحمد